بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام السلام عليكم ورحمة منه وبركاته وروا يقول ربنا في نفس الصورة أي الأنبي عليهم السلام ولقد كتبنا أي أمر إلهي وتقريبه نهائي ولقد كتبنا في الزفور من بعد الذكر أن الأرض يرضوى عبادة الصالحون الأرض هنا نرضوى بسلطان حقيقي رباني إلهي لم يكن في تاريخ الإسلام أبدا ظلم ما دابت الأمة المتمسكة بدينها بحدافيره نحن أمة تتميز عن سائر الأمم باستقامتها في شرعها في حكمها في اقتصادها في فلسفتها في أخلاقها في ثقافتها نحن أمة المستقيمة لأن الذي يسمنا بالله أمر حقيقي وأمر مبارك حتما من لدون الله كريم ولقد كتبنا في الزفور من بعد الزفور والكتاب عامة وهنا ربما يعني الذي نزل على سيدنا داود عليه السلام على كل حالة لقد كتبنا في الزفور أي قرر الله وفرض قوانين على ملكه إنسه وجنه وسواهم وسوا هؤلاء كلهم مكتوب عليهم شيء لحظة بلحظة وننصب وننصب أن الأرض يرضو عبادي الصالحة وهذا بشرى لكم في سوريا وبشرى لكم على مستوى العالمي أن الذين تأمروا علينا طوال عصور الحطاب بغيظة انتهى أجلهم وماذا الحساب أكد كنت 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 عربون لا بشكل ترى الأمور بس يدفعوا الثمن يدفع فيه البوكسين الذي أفسدوه في عرض الإسلام وبالسماوات ومتحت البحار في عماق الصخور الذي أفسدوه سيفعون ثمنه وحناثوا ربنا عندي من القوانين أنه إذا كان جه جيل أفسد وخلبه جيل أفسد أم لم يفسد قد يظهر تظهر آثار الإفساد في الجيل الأول في الجيل الثاني في المفسدين في ذلك الجيل ولينا نحذر الغرب ومن استغرب مع الغرب نحذر من مغبات ما هم فيه نحن نحذر ومن أنظر فقد أعظر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرضو عبادي الصالحون تأتي راية محمد وأهل محمد عليه الصلاة والسلام بالحق وبالحب وبالتسامح وبالبناء وبتدريه الشرك من أوله إلى آخره ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرضو عبادي الصالحون هناك قول آخر الأرض هي الجنة لأننا لها سلة بعرضنا لأن فيها استقرار وفيها خضار وفيها مياه وفيها حصن من المتعى للماذرين فيها عدة أشياء تصلها بدنيانا التي لا قيمة لا عند الله ولو بمقدار جلع بعودا ولهذا احضروا وفهم بضرنا معنى الأرض هنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرضو عبادي الصالحون والرب يقول كونوا مع الصالحين والسلام عليكم ورحمة وبركاته أبد الأبدين